موسيقى موسيقى مصدر بمركز بنغازي الطبي يؤكد وصول ستة قتلى إلى المركز بسبب الاجتباكات الجالية في المدينة موسيقى بعثة الأمم المتحدة تدين الهجوم على البنك المركزي في بنغازي وحكومة الإنقاذ تصف الحادثة بالسابقة الخطيرة في التعدي على رمز للدولة الليبية موسيقى قبائل الطوارق في وباري تعلن وقف إطلاق النار دعما للحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة نشرة تاسعة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار أهلا بكم أكد مصدر بمركز بنغازي الطبي وصول ستة قتلى اليوم إلى المركز بسبب الاجتباكات التي تشهدها المدينة ووضح المصدر أن من بين القتلى خمسة سقطوا جراء الاجتباكات في منطقتين بهديم والليثي فيما قتل آخر أثناء مشاجرة يذكر أن مركز بنغازي الطبي استقبل منذ منتصف أكتوبر الماضي وحتى منتصف يناير الجاري سبعمائة قتيل نتيجة التصعيد في المواجهة المسلحة الجارية في مدينة بنغازي قال عضو كتيبة السابعة عشر من فبراير نور محمد إن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تراجعت من محيط مصر في ليبيا المركزي فرع بنغازي بعد اشتباكات دارت في المنطقة منذ مساء أمس أكد محمد أن المصرف يقع الآن في منطقة الاشتباكات ولا يسيطر عليه أي من الطرفين مشيرا إلى أن قواتهم تمكنت من تدمير سيارتين تابعتين لقوات ما يعرف بعملية الكرامة دخلتا من أحد الأبواب الخلفية لمبنى المصرف في سياق متصل ضف عضو كتيبة السابعة عشر من فبراير أن محوري شارع فينيسيا وجامعة بنغازي شهد اشتباكات متقطعة وقصفا بالأسلحة الثقيلة من قبل قوات حفتر فيما تشهد منطقة الليثي هدوءا نسبيا في بنغازي أيضا أكد مصدر طبي فضل عدم الكشف عن هويته أن مركز بنغازي الطبي يعاني نقصا شديدا في مواد التخدير وقال المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن مخزون مواد التخدير الموجودة بالمركز تكفي لمدة أسبوعين فقط مشيرا إلى نقص آخر في مواد بعض التحليلات الطبية أضف المصدر أن هناك شحنة من مواد التخدير قد تصل قريبا إلى المركز مؤكدا أن مركز بنغازي الطبي ناشد وزارة الصحة لتوفير المواد الناقصة في أقرب وقت ممكن دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجوم المسلح الذي استهدف فرع مصر في ليبيا المركز ببنغازي دعية إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتوضيح الظروف المرتبطة بالحادثة وفي بيان صحفي لها مساء اليوم نشدت البعثة الأطراف الليبية التعاون مع لجنة التحقيق ومع المصر في المركز الليبي علاوة على الهيئات القضائية ذات الصلة وأوضحت البعثة أن الاعتداء على المصرف وكذلك خروقات وقف إطلاق النار تؤكد أهمية التحرك العاجل لإتمام عملية الحوار معتبرة أن المضي قدما بجهود الحل السياسي وإنهاء القتال وتخفيف معاناة المواطنين هو خير رد على التدهور الذي تشهده الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد أدانت حكومة الإنقاذ الوطنية لاعتداء على مصرف ليبيا المركزي فرع بنغازي ونهب الأموال العامة وصفة نياه بالسابقة الخطيرة في التعدي على رمز للدولة الليبية وقال بيان لرئاسة الوزراء في حكومة الإنقاذ إن الاعتداء جاء خرقا لاتفاق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشأن وقف إطلاق النار وهو ما يدل على الاستهتار بكل القوانين الدولية والمحلية بما فيها اتفاقيات الأمم المتحدة وطلبت حكومة الإنقاذ الوطني في بيانها المجتمع الدولي والمنظمات الدولية النظر بجدية إلى هذه التعديات التي طالت أموال ومؤسسات الدولة وقوة الليبيين بحسب البيان دان مصرف ليبيا المركزي لاعتداء على مقره في مدينة بنغازي ووصف المصرف هذه العملية بالجريمة النكرى والسابقة الخطيرة محذرا من تبعاتها وتدعياتها الوخيمة داخليا وخارجيا على الجميع واعتبر المصرف المركزي في بيان له أن اقتحام المصرف الذي عمل على النأي بنفسه عن أي خلافات سياسية يمثل اعتداء على رمز سيادة ليبيا ودع البيان أبناء الشعب الليبي ومؤسسات المجتمع المدني والنخبة والمثقفين وأعيان المدن والقبائل خاصة في المنطقة الشرقية إلى التكاتف والضغط على المتورطين في حادث الاعتداء لدفعهم إلى طاولة الحوار والتفاوض وحول بيان بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر أحمدان سيد أحمدان نائب رئيس المؤتمر دعا الأمم المتحدة إلى موقف واضح من الاعتداء على مصرف ليبيا المركزي كيف تلقيتم بيان البعثة مساء اليوم؟ نعم حقيقة نحن نشيد بموقف الأمم المتحدة وتجعبها مع ما قرره المؤتمر ومع وجهه المؤتمر من إليه إلى الأمم المتحدة لكننا نازم نصل إلى خطوات أكبر لبناء التقاة ولتحيئة الأجواء حتى نستطيع أن نجري حوارا جديا وطنيا تتأسس أو يبني الدولة الليبية وفقا للأمم المتحدة لو أمكن سيد أحمدان بالتفصيل ما هي هذه الخطوات التي ما زلتم تطالبون بها البعثة؟ نعم الآن سوف نتابع عملية التحقيق نحن نقترح أن تتم بالتنسيق التام وبإشارات التام مع المؤسسات ذات الصيلة المؤسسات الأستيادية الليبية ذات الصيلة النائب العام ومصرص ليبيا المركزي كذلك نتطلع إلى أن تخطوط الأمم المستحدة خطوات أكبر لتحيئة الأجواء والظروف لاختضان الاستوار لازم نطالب أن يهزم المدوحة بالتراجع ثورا وتجنيب المؤسسات السيادية الآن من عملية الناهب وعملية ذات دا لازم الخطوط مفتوحة مع الأمم المستحدة ولازم نتابع ونحاول أن ننصق خطوات أكبر لتحيئة هذا الأجواء البعثة سيد أحمدان طالبت بتحقيق ودعت كل الأطراف للتعاون معه هل سيكون لكم أنتم في المؤتمر دور في إجراء هذا التحقيق؟ بكل تأكيد نحن نطلوب بأن يتم التحقيق بإشراف تام من قبل المؤسسات أو بالتنسيق مع المؤسسات السيادية الوطنية لابد أن يتم تحت إشراف النائب العامل يدي لأن الأمر سيادي بالتنسيق مع المؤسسات الدولية ذات السيادية نعم أيضا رأت البعثة أن المضيف الحوار هو أفضل رد على تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد كما جاء في بيان البعثة هل توافقون البعثة أنتم في المؤتمر على هذا الأمر؟ نعم نحن نقدر قيمة السيوار لكن لا بد للسيوار أن يخلق له جو وأن تحيي له الظروف وبالتالي على الأمم المتحدة أن تقع مسؤولية تحييات هذه الظروف وبدي خطوات لبناء ثقة من كل الأطراف وبالتالي كما قلت لك لازم نطلب الأمم المتحدة أن تخطو خطوات أكبر والمؤتمر سوف ينعط يوم الأحد القادم وسوف يكون لنا موقف في هذا الموضوع سوف نقيم أداء البعثة ونقيم الخطوات التي خطتها ثم بعد ذلك سوف يكون لنا موقف فيما يتعلق بالسيواري من عدم المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر أحمدان شكرا جزيلا لك أذوى قد ثار اقتحام مبنى مصر في ليبيا المركزي في بنغازي هذه ردود فعل مختلفة بين من اعتبرها رسالة للمجتمع الدولي برفض الحوار ومن وصف هذه العملية بجريمة حرب جانب من هذه الردود نستعرضها في سياق التقرير الآتي لم يعد انتهاك مؤسسات الدولة في بنغازي أمرا مستبعدا فمع تصعد وطيرة الاشتباكات وتواصل اندلاع المواجهات المسلحة بين الأطراف داخل الأحياء السكانية شهدت المدينة اقتحاما لفرع مصر في ليبيا المركزي بها عملية تباينت بشأنها ردود الفعل المحلية حيث أكد عضو المؤتمر الوطني العام عبدالقدر حويلي أنه يجب على المجتمع الدولي أن يعيه أن هناك أطرافا أخرى ليس لديها نياف الحوار نحن رأينا عندما في بداية المحاورات عندما اخترح المؤتمر الوطني عام مدينة هون قام بقصف مطار هون لكي يبعد الحوار أن يكون ليبيا واتجهت الأمم المتحدة إلى جينيف من جهته اعتبر المحلل السياسي محمود اسماعيل أن هذا التصعيد هو رسالة مواجهة إلى المجتمع الدولي لرفض الحوار هذه الرغبة لم تترجم على طريقة الأعمال هناك انتهاك فيما يتعلق بإطلاق النار هناك هجوم على ما يتعلق ببعض المدن هناك استمرارية في وقف إطلاق النار هناك مهاجمة لمؤسسات الدولة الرسمية والتي على رأسها مؤسسة رسمية محتضنة جميع الليبيين فيما وصف نائب رئيس مؤسسة تضامن لحقوق الإنسان أحمد لقصير الهجوم بجريمة حرب لم نرى من المستمع الدولي أي حراكة أو أي أعمال فيها ممكن تكون رادة لهؤلاء حتى يتوقف عن استهداف المدنيين تعتقد أن الاستهداف المتعمد للمدنيين أو المناطق المدنية والاستهداف والتدمير المتعمد للمرافق المدنية يعتبر جرائم حرب أجدير بالذكرة أن بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا كانت قد دعت الأطراف المتنازعة في وقت سابق إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في إطار مفاوضات دعمتها المنظمة الأممية لتعزيز الهدنة وأحلال السلام في ليبيا أكد نائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام صالح المخزوم في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء أن المؤتمر قرر تعليق مشاركته في الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وأشار المخزوم إلى أن المؤتمر سيستمر في التواصل مع البعثة الأممية إلى أن يصدر عنها موقف واضح من اقتحام القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر لمقر مصر في ليبيا المركزي في بنغازي من جانبها أكدت عضو المؤتمر الوطني العام نعيم الحامي في نشرة سابقة أن تعليق المؤتمر لمشاركته في حوار جينيف مرتبط بموقف الأمم المتحدة من حادث اقتحام مصر في ليبيا المركزي في بنغازي دعا سيد رئيس المؤتمر رؤساء اللي جانب المؤتمر وأعضاء اللجنة المكلفة للحوار للتشاوى في هذا الأمر واستخلص الاجتماع بتعليق حضور المؤتمر لهذا الحوار إلى حين أن تبدي الأمم المتحدة المتمثلة في الباعتة بأمر جاد في هذا الأمر كانت هناك ارتصالات بالباعتة واتصالات ببعض المنظمات أيضا الدولية الأخرى ولكن إلى هذه البحضة لازمنا في انتباه الريد فيما رأى أستاذ العلاقات الدولية بجمعة سوربون محمد هنيد أن الأمم المتحدة تتعامل بانتقائية مع الأحداث في ليبيا حسب تعبيره مطلب المؤتمر الوطني هو مطلب مشروع قبيع جدا يعني إذا كانت هي ذكرت في بداية المطاف أنها هي الراعية لعملية يعني لخفض مستوى التصعيد الأمني فنستغرق لماذا لم تدمي الخافة من اختحام بركز المنغازي وعملية القتل التي تستهدف المدنيين يعني هذا لم يسمح كيف نقوم بحوار من ناحية ومن ناحية أخرى على الأرض هناك تقاتل وهناك يعني غيار الهدنة على الأرض لن تسمع بالتحاور وهو برأي مطلب مشروع وقد استطلعت قناة ليبيا لكل الأحرار أراء عدد من المواطنين وسألتهم عن رأيهم في الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنسبة للموضوع الحوار الرائم في ليبيا يجب أن يكون داخل ليبيا هذا الشرط وهذا مطلب لكل الليبيين وبنسبة لي أطراف الحوار وهو الموضوع الأهم أن كل من ساهم في قتل ليبيين وكل من هدم المدن وهدم مساكن هذا يجب أن يكون طرف الحوار بلاد مكسدة ولازم من الحوار لازم الطرفين يقعمزوا ويهدرزوا مع بعض ويتنازلوا لازم من التنازلات من غير شروط مفروض يكون حوارة بالطاوشاء الداخلي مفروض يكون داخل البلاد يعني وإن سألنا يتفقوا وإن سألنا يتفهموا إن سألنا ربي هذه النفوس نحن ماذا بينا يستعدوا للحلوة والمرة في البلاد هدية البلاد كان محل الناس نحن بروح نراهم يحلها لنا حد وأكد عدد من السفراء الغربيين المعتمدين لدى ليبيا دعمهم للحوار في جينيف خلال لقائهم عددا من الإعلاميين الليبيين في تونس معتبرين أنه الحل الأمثل لإنهاء الأزمة في البلاد التقرير التالي يرصد بعض مواقف السفراء المعتمدين لدى ليبيا حول أزمتها الراهنة وصف السفير الفرنسي لدى ليبيا أنتوان سيفان الوضع في البلاد بالخطير جدا مؤكدا أنه من الضروري انضمام أطراف جديدة لحوار جينيف كما اعتبر أن الحل يكمن في تشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف إطلاق النار بين الأطراف المتقاتلة السفير البريطاني لدى ليبيا مايكل أرون أكد من جهته أن حكومة بلاده وككل الدول الأخرى في المجتمع الدولي يدعمون المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردين وليون وأنهم يرغبون في رؤية نجاح الحوار في أسرع وقت وخاصة وقف إطلاق النار فيما عبر السفير الإسباني لدى ليبيا خسير بيراسيكير عن رغبتهم جميعا في أن يتم التوصل للوقف الفوري لإطلاق النار والتوصل إلى حكومة وحدة وطنية وأن يقرر الليبيون مستقبلهما من جهته قال السفير البلغري لدى ليبيا روي لوبيز أليكسو إنهم يفكرون في مستقبل ليبيا التي تواجه مرحلة صعبة جدا ولابد من تجاوزها وهي مرحلة الانتقال من الدكتاتورية إلى ديمقراطية بحسب وصفه أعلن شيوخ وحكماء وأعيان ومنتسب مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأمنية والعسكرية في منطقة غات أعلن ترحيبهم بمقترح عقد جلسات الحوار في المدينة وأكد أهالي غات في بيان لهم تكفلهم بالحماية الأمنية لضيوفهم من الفرقاء من أبناء الوطن رافضين تواجد أي كيان مسلح من خارج المنطقة بدعوى توفير الحماية وذلك تجنبا لأي حساسيات بين الفرقاء السياسيين ودع البيان الفرقاء إلى أن يضع الوطن فوق الجميع حقنا للدماء وصونا له وفقا للبيان احتضنت العاصمة التونسية خلال الأيام الثلاثة الماضية الحوار المجتمعي الليبي الذي جمع عددا من الفعاليات على مستوى الشيوخ والحكماء والقبائل بمصراتة والزنتان والبيضة وقد دع الحوار إلى وقف إطلاق النار والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية المزيد في هذا التقرير اختتم مساء الأربعاء بالعاصمة تونس الحوار المجتمعي الليبي وذلك باتفاق المجتمعين على الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية توفقية كما جاء في كلمة ممثل مدينة البيضاء عبد الحميد جياش أولا وحدة التراب الليبي ثانيا الإجماع على حرمة الدم الليبي ثالثا بتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية تمثل جميع الليبيين المشاركون أكدوا أيضا ضرورة تبني خطاب إعلامي وطني منسجم مع مبادئ وأسس الحوار الليبي بعيدا عن الجهوية والتحريض على الكراهية والعنف والفتنة بين الليبيين عضو فريق الحوار المجتمعي من مصراتا دعا إلى أهمية الوحدة الوطنية بين الليبيين مؤكدان أن أهالي مصراتا ليسوا على عداء مع أهل منطقة الزنتان أما عضو الفريق المنظم للحوار المجتمعي في تونس محمد اسليمان البيوضي فقد أكد أن الاجتماع حول مائدة واحدة بين مختلف المشاركين في الحوار يعتبر إنجازا في حد ذاته داعيا إلى خريطة طريق تخرج البلاد من الوضع الراهن الذي سيفرح الليبيين هو عندما تخرج طريق واضحة المعالم بمدة محددة بآلية محددة بقوة مشتركة وأمنية تفتح الممرات وتفتح الفرقات وتحمي الناس هذا وقد نظم الحوار بدعم من المركز النرويجي لبناء موارد السلام وتحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قال رئيس لجنة حكماء وعيان أباري أحمد ماتكو أن قبائل الطوارق أعلنت الأربعاء وقف إطلاق النار بالمدينة دعما للحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة وأعرب ماتكو لقناة ليبيا لكل الأحرار عن أمله في أن تتجاوب قبائل التوب مع هذا القرار مشيرا إلى أن أباري تشهد هدوءا نسبيا في ظل ترد الأوضاع الإنسانية بسبب الاشتباكات التي شهدتها المدينة بين مسلحين من قبيلتي أتبو والطوارق منذ عدة أشهر وفي البيضة طلب عدد من الوزراء في حكومة الأزمة المنبثقة عن مجلس النواب المنحل طلبوا بحل سلمي للأزمة الراهنة في البلاد وذلك بعد المفاوضات التي جرت في جينيب في بداية الأسبوع الحالي مزيد تفاصيل حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي دعوات إلى حل سلمي تفاوتت من وزير إلى آخر فقد دع وزير الخارجية في حكومة الأزمة محمد الدائري إلى حل سياسي لتجنيب ليبيا حمام دم مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار الذي أعلن مسبقا يعد إجراء مؤقتا بحسب قوله أمام الدم لم يتوقف منذ فترة وحان الوقت لأن نوحد الصفوف ونتواجد حول مائدة مفاوضات مشتركة بدوره قال وزير العدل في حكومة الأزمة المبروك جريرا عمران أن حكومته تدعم فكرة الحوار ولكن يجب التفريق بين الحوار وبين الإرهاب حسب تعبيره نحن أعمل حوار بكل قوة ولكن لابد نفرق بين الحوار وبين الإرهاب قتال الإرهاب لا هواتفه لأن الإرهاب هذا ليس له مكان أو زمان الأمم المتحدة بدورها أوضحت في بيان لها أن المشاركين في جلسات الحوار بجنيف ناقشوا إجراءات بناء الثقة لسيما إطلاق صراح المعتقلين من الجانبين وفتح الموانئ المغلقة وتأمين حرية الحركة في أنحاء البلاد أعلن مجلس الشورى مجاهدي درنة مسؤوليته عن استهداف موقع تتمركز فيه قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر اليوم غربي المدينة أكدت مصادر مطلعة لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه لم يقع تحديد حجم الأضرار البشرية ولا المادية التي نتجت عن هذه العملية وتشهد المنطقة الممتدة بين مدينة درنة وبوابة عينمارة غربا اشتباكات متقطعة بين القوات التابعة لما يعرف بعملية الكرامة ومجلس شورى مجاهدي درنة أعلن عدد من الشباب في البيضة تأسيس مجلس شورى الثوار المدينة ووقوفهم إلى جانب مجلسي شورى الثوار في كل من درنة وبنغازي تأسيس مجلس شورى ثوار البيضة وخروجه إلى العلم بعد أن كان يعمل سرا لطبيعة المرحلة فنظرا لما تمر به بلادنا عامة والبيضة خاصة حيث شهدت المدينة حوادث الخطف والقتل وسرقة المال العام قال ناطق باسم غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة لما يعرف بفجر ليبيا العقيد محمد مهرى في نشرة سابقة أن قواتهم تقدمت في عدة محاور في محيط قاعدة الوطية إضافة إلى تحقيق تقدم في المحور الجنوبي من العجلات وإلحاق العديد من الخسائر بما يعرف بجيش القبائل قواتنا تقدمت باتجاه الوطية من محوري الجنوبي للعجلات والمحور الغربي وكذلك المحور الجنوبي الشرقي ومدينة صفراسة الصحراوي تقدم بخطة تابتة أما بالنسبة للمحور الجنوبي لمدينة العجلات كان فيه تقدم كبير هناك خسائر بالنسبة لجيش القبائل في الأليات والقوات البشرية والأفراد أما بالنسبة لقواتنا كان فيها ألية واحدة طبعا تم عطابها وتدميرها من قبل قوات جيش القبائل التاسعة ما زالت متواصلة وفيها بعد فاصل وزير النفط في حكومة الإنقاذ الوطني يقول أن إنتاج النفط وصل إلى ما يقرب من 350 ألف برميل يومية مصدر بمركز بنغازي الطبي يؤكد وصول ستة قتلى إلى المركز بسبب الاشتباكات في المدينة بعثة الأمم المتحدة تدين الهجوم على المركز ببنغازي وحكومة الإنقاذ تصف الحادث بالسابقة الخطيرة في التعدي على رمز للدولة الليبية مصدر قبائل الطوارق تعلن وقف إطلاق النار في وباري دعما للحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة قال وزير النفط في حكومة الإنقاذ الوطني ما شاء الله زوي أن إنتاج النفط وصل إلى ما يقرب من 350 ألف برميل يوميا يحول منها ما يقرب من 150 ألف برميل إلى مصفات الزاوية بغرض التكرير فيما يتم تخزين الكمية المتبقية وشار زوي في اتصال مع قناة ليبيا لكل الأحرار إلى وجود كمية تقدر بـ 3.5 مليون برميل في خزانات ميناء السدرة مؤكدا أن وزارته حاولت سحب هذه الكمية من الميناء إلا أن حرس المنشآت النفطية هدد بقصف أي نقلة تحاول نقل النفط من الخزانات أضف وزير النفط بحكومة الإنقاذ الوطني في نشرة سابقة على قناة ليبيا لكل الأحرار إن الحكومة تسعى إلى إبقاء الموارد النفطية خارج الصراع الحالي حفاظا على مقدرات الدولة وإيراداتها العامة هناك كمية من النفط الخام موجودة في خزانات السدرة المعدل الإجمالي حوالي 14 خزان تمت إصابة خزانين يصاروا باشرة مع حراق حوالي نصف مليون بنين ما نسعه أنه استخراج هذه الكمية المتبقية في تلك الخزانات واستعمالها داخل شركة الزوري للتكرير وتم التواصل مع الشركات المختصة ومع الشركاء شركة الواحة ولكن أسف المدد من العرقين والصعوبات والتهديدات إلى دخول أي ناقلة في صاحب تلك الكمية المتوفرة في تلك الخزانات أكدت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة والموارد المائية بحكومة الإنقاذ الوطني ضرورة إنشاء محطة كهرباء ومحطة لتحلية مياه البحر كما جرى الاتفاق في اجتماع مشترك بين الوزارتين على تشكيل لجان فنية مشتركة منها لجنة لتحديث الدراسات السابقة المتعلقة بمشروع شرق طرابلس قصد تحقيق الأمن المائي والكهربائي لمناطق طرابلس الكبرى والمناطق المحيطة بها أكد وزير الخارجية الإيطالية اليوم الخميس فقدان طبيب إيطالي في ليبيا مؤكدا أن روما تتابع قضيته بالسرية المعهودة في هذه الحالات وحسب وكالة أنسا الإيطالية فإن الإيطالي المفقود هو إغناسيو سكارافيلي وهو طبيب يبلغ من العمر سبعين عاما وقد فتح النائب العام في روما تحقيقا في احتمال تعرض سكارافيلي للاختطاف لأسباب إرهابية وذلك بعد انقطاع الاتصال به منذ السادس من يناير الجاري مصدر بمركز عذرا لهذا الخلل ننتقل الآن مشاهدين إلى الصفحة الرياضية أكد رئيس الاتحاد العام الليبي للكرة الطائرة عدنين البكباك أن الأندية الليبية ستشارك في بطولتين الأندية الإفريقية والعربية للعبة وأضاف البكباك لقناة ليبيا لكل الأحرار أن فريق السويحلي بطل الدوري والكأس للموسم الماضي سيشارك في البطولة الإفريقية التي ستقام شهر مارس القادم صحبة وصيفه الأهل بنغازي فيما يشارك الأهل ترابلس ثالث الترتيب في بطولة الأندية العربية في مصر منتصف فبراير القادم تفوق أهل ترابلس لكرة القدم على الناد الرياضي سفيقسي التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ودية جمعت الفريقين الخميس وفي مباراة ثانية انتصر فريق الاتحادي على فريق إجبال جلودة تونسي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في مباراة قسمت لثلاثة أشواط زمن كل شوط منها ثلاثون دقيقة يذكر أن الفريقين يستعدان لتمثيل ليبيا في بطولتي دور أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي وإلى كأس أمم إفريقيا لكرة القدم ففي منافسات الجولة الثانية المقامة حاليا بغينيا الاستوائية حقق المنتخب التونسي فوزا هاما على نظيره الزمبي بنتيجة هدفين مقابل هدف تقدم إيمانويل مايوكا لزميا في دقيقة التاسعة والخمسين وعدل أحمد العكيشي للمنتخب التونسي في الدقيقة السبعين ثم أمضى يسين الشيخاوي هدف الفوز الثمين للمنتخب التونسي في الدقيقة الثامنة والثمانين لينعش آمالة نسور قرطاش في التأهل إلى دور الثمانية وفي قمة مباراية الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من منافسات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في غينيا الاستوائية يواجه منتخب الجزائر نظيره الغاني يوم الجمعة على أمل تحقيق فوز ثاني له على التوالي لضمان تأهله للدور الثاني في كأس آسيا لكرة القدم وضمن منافسات الدور ربع النهائي أجرى منتخب الإمارات آخر حصة تدريبية له قبل مباراته ضد منتخب اليابان حامل اللقب وأكد مدرب منتخب الإمارات أن منتخبه سيبذل قصار جهده لأحراز أهداف أمام لاعبين يتمتعون بالخبرة وبمهارات جيدة من جهته أعرب حامل اللقب عن ثقته بالفوز في لقاء الجمعة والمضي قدما للمنافسة على اللقب للمرة الخامسة وأكد مدرب المنتخب الياباني أن منتخبه في وضع قوي للفوز وقبل ختم النشر إليكم تذكير بالعنوين مصدر بمركز بنغازي الطبي وأكد وصول ستة قتلى إلى المركز بسبب الاشتباكات في المدينة بعثة الأمم المتحدة تدين الهجوم على المركز ببنغازي وحكومة الإنقاذي تصف الحادثة بالسابقة الخطيرة في التعدي على رمز للدولة الليبية قبائل الطوارق تعلن وقف إطلاق النار في أوباري دعم للحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة نشر انتهت في أمان الله اشتركوا في القناة